إذا دولة الوحدة فشلت وانتهت نحن نعود إلى ما قبل سبعة وعشرين دولتنا صلطنة المهرة والسقطرة وندير أنفسنا قادرون على إعلان دولتنا ولن نتبع أحده قال الشيخ علي سالم الحريزي رئيس لجنة الاعتصام السلمي في المهرة الحريزي وصل إلى مديرية قشن في زيارة للاطلاع على أحوال المواطنين قال إن زمن التبعية ول وإن عودة المهرة إلى ما قبل عام تسعين ضرب من الخيال نحن اليوم وقفنا على رجلنا معد حد بيحكمنا وفي سياق الدفاع عن المحافظة وحماية ترابها فجميع الوسائل متاحة وهي أشارة من الحريزي لقيادات لجنة الاعتصام السلمي في مديرية قشن لبدء مرحلة جديدة من النضال عنوانها الانتصار للأرض والسيادة لم يغفل الشيخ الحريزي حرك أبناء وادي حضرموت إذ اعتبره امتدادا لسنوات النضال التي أطلقها المهريون وقادتها لجنة الاعتصام السلمي تصريحات الشيخ الحريزي تأتي في سياق تاريخ توجه الرجل فقد حمل راية النضال منذ سنوات مبكرة محذرا من مخططات الوجود الأجنبي في اليمن ويعيد التذكير والتحذير اليوم مجددة وقد أضحى خطر التقسيم واقعا تعيشه اليمن بفعل أجندة رياض وأبو ظبي المغلفة بيافطة استعادة الشرعية مرحلة جديدة من النضال تدشن من مديرية قشن وفيها رسالة واضحة المعالم وتحذير من تحركات الانتقالي الأخيرة في المهرة فالأرض لأهلها وهم الأقدر على حمايتها وإبعادها عن فوضى وعبث الجماعات المسلحة التي طالت عدن وسقطرا الواقعتين تحت سيطرة الميليشيات اشتركوا في القناة